السلام عليكم ورحمة الله معكم ايمان مستعيد ورجعت لكم فيديو جديد كنتمنى من الله هالدرس اليوم يلقاكم وانتوما بخير وعلى خير كيف كتشوفوا وتتم الدرس الماضي اللي درنا مع بعضنا وشفنا الطريقة درشيم دلمبرأة الرازي او مبرأة الحرير فوعدكم انني غنشارك معكم الطريقة اللي خدمت بها القفطان ومن طبع الحال اول حاجة غنبدأ بها وهي الطرز بشي من طبع الحال وانما انا كان فضل ان يكون المزيج ما بين الطرز وتمدادس اول حاجة اللي بغيت نقول الى كنتي مشاهدة جديدة القناة ديالي فما تنسايش الضغط على زر الاشتراك وتفعلي الجرس بشي وصلك كل جديد وبالنسبة اللي بنات اللي كانوا شاركوا معايا في المنتدى وكنا قلنا ودرنا تصويت على حساب شنو بغيتون واللي نركز لكم عليه اكتر كنا درنا عدة اقتراحات طرز نبات شيء اخر ودرنا مشاركة ديال الموضيلات ديالي اللي كان خدم واللي كان حط في الصفحة ديالي على الفيسبوك وعلى الانستغرام فكان النسبة الغالبة كانت عندي على الطرز والطرز باليد واللي تحت منها مباشرة كانت بالنسبة للبنات اللي بغاوني نشارك معهم موضيلات ديالي فهذا فهذا واحد منهم وجزء منهم اذا كيف كتشوفوا البنات انا هنا بديت بالطرز كان طرز بالماكينام طبيعة الحال لانا عندي الخدمة وما يمكنش ليا نخدم باليد والماكينام طبيعة الحال راه ماشي بحاليد الماكيناره كانت تستغلو الوقت اكتر انا هنا هادرشيما هادي اللي شفتوني خدمت بها عدة انواع ديال الغرزات خدمت بها بزاف تشكيلات خلط ما اقتصرش على حاجة واحدة وانما درت بزاف تشكيل انا هنا دبا كان دير البريد وكيف شفتو درت الدقة ديال تغربيل غرزة ديال تغربيل ودرت دوك الوريقات خدمتهم بالخطفة بالنسبة اللي بنات اللي كي يسألوا على هادرشما وكي يقولوا قالوا هالي في كومنتيخ في الحلقة اللي فاتت درت معهم فاش درت معكم رشيم فبزاف اللي طلبوا مني الرشما انا غنخليها لكم ان شاء الله في الحلقة المقبلة اللي غيكون فيها شكل نهائي ديال القفطان وغانحط لكم الرشما للبنات اللي كتجيني التعاليق بثاف في القناة اللي بغاوا الرشما فانا ما غديش نخسر لكم طبيعة الحال فمرحبا انا ما كان نخدمش الموضيلات القفط اللي كيكونوا عندي يعني سوق كوموند ولا كتكون شي حاجة جديدة رام ما كان نخدمش نهائيا برشامي اللي كيني نفسق فانا كين الرشام اللي كيصيب لي الحاجة يعني كان نقلس حتى كان نشوف الشغل اللي بغيت فهادي وحدة من بيناتهم ولكن والله والله حتى ان شاء الله ما غديش من طبيعة الحال نكبرها في المتتابع في المتتبعات ديالي انا غنخليها لكم ان شاء الله في الحلقة الجاية هي رشما رائعة صراحة خفيفة بالنسبة للناس اللي بغاوا دك شي خفيف وكي بغاوا دك شي خفيف انا غدا نخلي لكم الرشما اما الرشما ديال القفطان السابق البيض اللي كي تلبوني عليها البنات ودك القفطان اللي كان لقا تفاعل كبير من البنات راه مازال ما كيناش عندي لحد الساعة البنات راه عند الرشامة لانا فاش حطيت القفطان جاوني عليه طلبات بزاف وانا لنظرة لضيق الوقت اللي عندي وعندي الخدمة فالمساعدة اللي كتساعدني في الخدمة اللي كتكون عندي كومود فاعطيت هاتر شمليا كان وعدكم غير تجيني ذيك الرشما ان شاء الله وغدا نشاركها معكم في المنتدى وننزلها لكم ما كان حتى شي مشكل وهادي وهذا رشما كيف قلت لكم فانا غنخليها لكم الحلقة المقبلة اللي غيكون فيها العرض العرض ديالشكل النهائي دلقفطان اذا اللي بنات كيف ما كتشوفوا انا هنا كان طرز درت البريد وهما الدويدات الممكن خدمتهم معكم باليد طريقة اللي بنات باليد وهادي انا كان خدمها بالماكينة كيف قلت لكم باش نختصر وخليت من طبيعة الحال اللي بنات باش نشوفوا مع بعضنا التقنيات اللي استعملت والالوان والاحجار اللي دخلت في القفطان وهنا باش غنبدا لكم بهذا الورضة هادي هو الورضة للبنات كاملين اللي كينين في هذا القفطان فانا خدمتهم بالبريد كيف شوشوا معايا خدمتهم بالبريد وبالكانتيل وهذا الورضة هادي بالضبط اللي انا خدمة فيها فانا مصرعة فيها الفيديو لانا المتتبعات اللي معايا ديجا خدمت معاهم هاد الورضة هادي فالا كنت مشاهدة جديدة القناة ديالي ودازتك هاد الورضة هادي بالكانتيل لانها جت فعلا جت رائعة فغدا تلقيها كنت استعملتها في القفطان اللي فات غدا تلقيها من خلال الدائرة البيضاء اللي كتظهر أمامك على الشاشة او لا في شاشة النهاية يعني لما بغيشيش تمشي دابة تشوفيها خليك حتى الشاشة نهاية وغادي تظهر لك الورضة اللي استعملت فيها هاد التقنية هادي اللي راني خدمة فيها دابة فكان المنظر ديالها فعلا مميز مميز اذا هاد هاد طريقة هي اللي استعملت في الورضة اللي فاتت ولكن كينين طرق اخرين جدادين وحصريين وورضة بنات كينين وورضة بالموزون وبالموزونة والكانتيل مازيج ما بالموزون والكانتيل اللي استعملت في هاد الموضيل فهي فين غا تلقاوها غا تلقاوها مباشرة في الدرس اللي غادي يتبع هذا يعني الدرس اللي غادي يتبع هذا فهو خاص بهديك الورضة إلا بغيت تطبيقها على الجلابه بالنسبة اللي بنات اللي يسولوني في القناة وش ممكن كان طيل نستعمله على الجلابه فكان قوليك ممكن تستعمله على الجلابه ماشي مشكل اذا هاد الورضة هادي كيف قلت لكم انا هنا كنسرع في هالفيديو لانني دجا خدمتها معاكم فما كيلاش انني ناخد فيها وقت كبير غادي ندوزوا المراحيل من تنبات فخليكم مع الصور باش نكملوا هاد الورضة هنا البنات كنستعمل جوهر هاد الجوهر البيض الجوهر الحره البنات كتميزيه من تقل دياله فهو سطندار كنستعمله في بزاف الانواع ديالتنبات فهو كيجيه صارحه كيجيه رائع انا بعدها كيعجبني كنستعمله في بزاف الالوان كيواتيلينا بزاف الالوان فانا كنصحكم انه دائما يكون عندكم منه منه شوفو هنا انا عندي حتى طويل دياله فهو فعلا كيجيه جميل بزاف كنشوفو بزاف القفيتنات كيكون من هاد الشوهر البيض والبيض كيكون منه شكيلات كين منه نجيمات كين منه شكل اوفال كيندير فهو كيجيب بزاف القفيتنات خير خسو يكون حر باش ميكونش كيتقشر فهنا انا استعملته في هاد القفطان كيف كتشوفي انا هنا كندير واحدة في واحدة نعود نرجع باش كنتبتو مزيان انا هنا خدمت خدمت تنبات بلا مرمه هاد المرة بالنسبة اللي بنات اللي كيقولوا لي اللي معايا في القروب وكيقولوا لي واش ممكن واش ممكن تنبت بلا مرمه فانا اكس بري درت هاد الطرس بلا مرمه باش تشوفي انه راه ماشي مشكل ممكن انك تنبتي بلا مرمه طرز هو الوحيد اللي ما يمكنش لك انك ترزي بلا مرمه اه هنا لبنات خديت لمه الرس ودورته يعني التنبات فهو كتفني فيه كتديري فيه اللي بغيتي ماشي ضروري حتى تشري واحد شكل دي الحجر معين اولا تشري واحد الحجر اه في شكل ما فممكن انك غير ذاك شي اللي عندك حاولي تبتكري منه وتزيني بيه القفطان ديالك فبعدما كيف كتشوفي معايا انا هنا بعدما درت هذيك الويزة طويلة شوية درت فوق منها عقيقة في ذاك الجلوسية اللي راني دخلت في القفطان ودورتها بذاك العقيق المهرس ممكن انك تدوريه مره او جوش على حسب الاسباس اللي راها عندك نخص او هنا هادي نص وريضة كيبير من فتوحه لا تريدها الموزونه فزينتها على هذا الشكل استعملت القولة كيف يمكنكم البنات القولة طبيعة الحال البنات اللي راهم تبعيني القولة كانت استعملها انا فقط في الول فما كان عولش عليها 100% كان اضعها في الول ومن بعد كان ارجع باش نتبت من بعد مليكات كرم فكان ارجع باش نتبت البنات الحاجة السوقية اللي كي تكون بالكولة فقط ضروري من البرا والخيط والبرا البنات باليد فهديك هي باش كتضمني ان الحاجة كتبقى مزيانة كيف كتشوفوا البنات انا هنا دورتها هنتم اديك نصف دائرة او نصف صور دارة اونفاس مع هاتك شي اللي درت هنا واللي غندير هنا من طبيعة الحال فدرت القالون المرة الأولى بالكاغتي والوسطاني درتوا بصفر ودرت هاد الحجارة الطويولة لان شكل اصلا عندي طويل فطبيعة الحال غديري شي حاجة طويلة غنبقى هنا نعمر بالأحجار ودك شي اللي درت في الضفة اللي على اليسار هي اللي غدا ندير في الضفة اللي على اليمين يعني خس يكون تطابق من طبيعة الحال هنا استعملت الباكستراس والباكستراس والباكستراس هو اللي ما كان قدرش نستغنى عليه في تنبات ديالنا كان نلقاه هتا هو بالسافة الموديلات فانا هنا خدمت بالصفر بالبرونز بالبلوسيال خدمت بالهاد الغوز بيبي يعني هادو هما الوينات اللي راني استعملت في هاد القفطان درت اللصقة ومن طبيعة الحال مني غا تكرم رو اللصقة كيف نقول لكم را غا نرجع بالخيط البرا هاد الشكيلات طويولين فانا درت بيهم بالقالون كاملين حتى هما الكولا ومن بعد كان خيطهم هادو حجيرات كبار تهو ما حطيتهم يعني كيف ما كان نقول لكم مني كالطرزي فارك حاولي انك تفني في تنبات ديالك وحتى الوينات يكونوا متناسقين انان هاد الشي اللي عندي هنا كامل غنخدمو تماما بالشي هالخورة هاد هاد الخنجرات اللي راني خدمت بالطرز تهو ما غنضورهم الاحسن دوك الجوانيب ديالهم يكونوا بالقالون باستعطينا ديك الجمالية و كتعطينا ديك اللمعة ديال الاحجار ، سوف نشاركه معكم تهيه بالكانتيل فخدمته على هاد الشكل طولي يعني الكانتيل في الجنب هو واقف بنفس الطريقة اللي وريتكم في الورضة اللي فاتت ولكن الوسط فانا خليته طويل كيبقى غادي كيبقى كمشي به طويل فهكا جا شكل ديالو جميل وغيرنا شوية من المعتاد انك كتعمري دائما الورضة بالزمرود او لا كتعمري دائما كتعمري دائما بالموزون فممكن انك تستعملي بسف ديال الحويج يعني غير حاولي انك تخلطي وتشوفي شنون اللي كين جديد في السوق باش تستعمليه انا هنا الكنتيل استعملته بالطول شفتو البنات وفي نفس الوقت ره بقى بومبي انا غادي نقرب لكم التصوير باش تشوفوا ما زال غير تنكملها وغا تشوفوا شكل ديالو فجا من فوخ وجا عاطي منظر جميل بالزف في صراحة ان شاء الله غا تشوفوا معي الشكل النهائي ديال القفطان فهاد الحلقة اللي غا تسبق الحلقة ان شاء الله اللي مورا الحلقة ديال الموزون ديال الورضة بالموزون والكنتيل فغا نشوفون طبيعة الحل كيف ما قلت لكم ووعدكم الشكل النهائي ديال القفطان وحتى الرشيمة ديالو فها هي شفتو كيف شجيت جا شكيل ديالها جميل جا من فوخة وجا يعني كتغيري على المعتاد هادي هي الورضة ديال الموزون والكنتيل تهيجات رائعة ننتظروا الحلقة ديالها الطريقة ديالها في الحلقة المقبلة وهادو حتى هما شفتو خدمتهم بنفس الطريقة اللي وريتكم دابا الكنتيل طويل فهادو هما الاشكال اللي انا استعملت في القفطان بقى شكل هادا ديال هاد الورضة هكا كتجي عامرة وكيجي شكل ديالها رائع صراحة جا المنظر ديال القفطان غزال وحتى الالوان اللي مزجت فيه جاو جاو صراحة توتو مع القفطان بزاف كنتمنا ملاحظة انتو مع هادشي اللي قدمت لكم اليوم اينا الاعجاب ديالكم انتظروني دائما ان شاء الله في الجديد والمزيد وانتظروني في الحلقة المقبلة باش نشوفو الشكل النهائي ديال القفطان هادو هما الورضة الصغارين البنات جاو مزيج ما بين الطرز والبريد والكانتل هنا هادي استعملتها بهاد اللون هادا وكينا احتب البلوسيال هايا كينا لتحت في القفطان استعملت وحده هاكا وحده هاكا فكنتمنم الله هاد الدرس يكون اينا الاعجاب ديالكم انتظروني في الحلقة المقبلة ان شاء الله ما تنسيش تشاركي في القناة الى كنتي جديدة معايا خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله